النهاردة هنتكلم عن روتين كامل العناية بالممطقة الحساسة من حيث تفتحها ترطبها من حيث ازاي نخلي ريحتها حلوة ازاي نتخلص من الاسمرار وكل المشاكل اللي بتواجهنا هقول لكم روتين كامل صح تمشوا عليه تخلصوا من كل المشاكل اللي بتواجهكم هقول لكم كمان كريمات وهقول لكم كمان حاجات طبيعية في اخر الفيديو تقدروا انكم تعملواها في البيت تديكم برضو نتايج حلوة جدا اهلا بيكم مرة تانية انا دكتورة من علي لما كنت او مرة تشوفوا قناتي فاهلا بيكم نورتوني ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة علشان نكبر عليتنا وتشغلوا الجرس وتختاروا اول اختيار علشان يوصلكم فيديوهاتي على طول اول من ازلها ولكن شفتوني بكده وكسلتوا انكم تشتركوا فاتمنى انكم تشتركوا المرة دي وبردو تشغلوا الجرس النهاردة احنا هنتكلم عن روتين للعناية بالمنطقة الحساسة او ما تعرف باسم تمام؟ احنا دلوقتي هنتكلم اول حاجة ازاي ان احنا الخطوات الصح او ازاي ان احنا نتعامل معاها بطريقة صح بحيث ان احنا نتجنب يبقى في ريحة كريهة مثلا نتجنب ان يحصل اسمرار نتجنب ان يحصل اي مشكلة من المشاكل اللي بتوجهنا هقول لكم على حاجات صحيحة لازم انكم تتبعوها وتمشوا عليها علشان تتجنبوا كل المشاكل اللي بتحصل دي اول حاجة معانا هي ازالة الشعر احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن جميع طرق وسائل ازالة الشعر فاللينك هزهر لكم فوق ياريت انكم تقولوا تشوفوه ايا كان الطريقة اللي انت بتستخدميها وبترتحلها اهم حاجة لازم تحطي في بالك كذا نقطة هقولك عليها اول حاجة جماعة ما تستخدميش طريقة تكون بتعمل التهاب شديد بعد ما تخلصيها علشان للأسف الشديد الالتهاب ده هيقدي الى حدوث اسمرار في المنطقة دي فلازم تاخدي بالك كويس جدا من الطريقة اللي انت بتستخدميها في السنستيب اريا ما تسببش معانا اي التهاب طيب لو انت هتستخدمي سويت مثلا لازالة الشعر فده لازم تستخدمي قبله بريدو كاين اللي هو مخدر موضوعي هتسيبيه لمدة ساعة او ساعة وربع علشان يبدأ ان هو يشتغل وتبدأ انك ما تحسيش باي وجع في المنطقة دي ممكن النقطة دي لما قلتش عليها المرة اللي فاتت بس انا هقولها دلوقتي علشان يعني تبقى ربطة موضوعنا طيب لو احنا هنستخدم في المكان ده يبقى لازم المكنة او الاداة اللي احنا هنستخدمها تكون ياما جديدة ياما معقمينها كويس جدا جدا علشان نتجنب اي اضرار ممكن ان هي تحصل او اي حبوب ان هي تحصلنه بالنسبة للناس اللي هي دايما متعلاها حبوب بعد ازالة الشعر او كده فايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نتجنب المشكلة دي هنستخدم فيوسي كورت ترات ايام مرتين في اليوم بعد ما نخلص ازالة الشعر على طول وكنا تكلمنا لما نيجي نعمل ازالة الشعر لازم ان احنا نعمل سكروب قبلها علشان لو في شعر تحت الجلد او ان احنا نسهل عملية خروج الشعر بطريقة احسن طيب بعد كده هو بعد ما نعمل عملية ازالة الشعر نتجنب تماما ان احنا نستخدم اي صابون في المناطق دي لان الصابون للأسف ممكن يعمل تهيج في الجلد والتهيج ده يسبب الالتهاب والالتهاب يؤدي الى سمرار فاحنا نتجنب اي صابون في عطور يعني يازم تقودين بالكم ان هو يكون في عطور في المناطق دي ده كده بالنسبة لنقطة ازالة الشعر تاني نقطة مهمة جدا ان هي نقطة التنشيف لازم المنطقة دي تبقى دايما جفة مفيش فيها مياه خالص فاحنا نبقى حالسين ان احنا نشف بفوتة والافضل طبعا ان احنا نشف بمناديل ورق ونرميها دي افضل بكتير جدا من الفوت ان احنا نشف بمناديل ورق ويكون التنشيف بالطبطة من الامام للخلف وليس العكس ماينفعش العكس علشان ما نقديش ان انتشار البكتيريا فلازم نحنا نجفف باستمرار وتبدأ يبدأ المنطقة دي جفة بالنسبة للنقطة للتنشيف فاحنا ممكن نستخدم مناديل مخصصة للسنستيف اريا شبه افوفا فين فريش او كير فري فيه مناديل بتبقى مخصصة وايبس كده هوت ان هي بتحافظ على منطقة دي وتحافظ ان هي تبقى جفة وتحافظ ان هي تبقى نظيفة نخش على النقطة التالتة وهي ان احنا البانتي بتاعنا او الاندروير لازم ان احنا نغيره بصفة دورية على قد كل يوم مرة لازم ده لازم يتغير بصفة دورية علشان نتجنب ان بقى فيه ريحة او فيه بكتيريا او كده وعايز اقول لكم نقطة ازالة الشعر لنقطة مهمة لان لأسف الشعر بيقدي الى حدوث روايح كريهة وكمان بيقدي الى نمو البكتيريا فاحنا نقطة ازالة الشعر دي نقطة مهمة جدا نخش بقى على نقطة الترتيب لازم نرتب باستمرار وهقول لكم على طريقة طبيعية للترتيب حلوة جدا في اخر الفيديو ان شاء الله هقول لكم على كل الطرق الطبيعية اللي هنقدر نستخدمها والطرق دي سهلة وبسيطة وفي مقدرتكم انكم تعملوها كلكم باذن الله وكل نتاجها حلوة جدا طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم على مشكلة الاسمرار الاسمرار ده شو ما قلت لكم بينشأ نتيجة حصل التهاب مثلا فقدى الى حدوث الاسمرار او بيحصل نتيجة زادة الوزن الوزن الزائد ده فبيقدي الى حدوث احتكاك فالاحتكاك بينتج عنه اسمرار او للأسف الشديد بيكون الاسمرار ده بسبب عامل وراسي بسبب تغير في الهرمونات بسبب الحمل بسبب الولادة بسبب الحاجات اللي بيقى فيها تغير في الهرمونات كتير جدا دي بينشأ انه بيقى فيه اسمرار شديد في المنطقة دي فللأسف الشديد بيبقى هنا النقطة عندنا مش بنعرف ان احنا نفتح ولو فتحنا بيفتقوصل لدرجة معينة مش بقدر ان هو يغطيها او يعديها في حدوث لما بيكونوا راسي او بسبب تغير الهرمونات تمام طيب احنا المفروض التفتيح بيقوم علينا بحاجتين او بعملين اول حاجة ان احنا نعمل تأشير وتاني حاجة ان احنا نستخدم كريمات للتفتيح طيب التأشير في حالة لو كان الاسمرار ده وراسي او بسبب تغير الهرمونات مش هيكون لي لازمة مش هيفيدنا بحاجة لكن التأشير هيفيدنا لو كان الاسمرار ده نتج نتيجة احتكاك او نتج نتيجة التهاب او كده فهيفيدنا ساعتها التأشير وبرضه هقولكم على طريقة طبيعية للتأشير حلوة جدا لكن يا جماعة في حاجات احنا مفروض نتجنبها تماما 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 في المنطقة الحساسة ما نستخدمهمش اطلاقا شبه مثلا الكريمات اللي هي فيها ريتينويك أسد أدابالين أكريتين ماربيلين الحاجات دي ماينفعش خالص ان احنا نستخدمها في المنطقة الحساسة ممنوع على انها للأسف بتؤدي الى زيادة الاسمرار تاني حاجة ماينفعش ان احنا نستخدم مواد تفتيح جمدة شبه الهايدروكينون ممنوع ان احنا نستخدم اي كريم في مادة الهايدروكينون في المناطق الحساسة لان برضو دي من الطرق الغلط اللي بتؤدي الى زيادة الاسمرار فاحنا لازم نبقى اخذين بالنا كويس جدا من الكريمات او من طرق التأشير اللي احنا نستخدمها في كريم تأشير حلو جدا بس غالي هو من ميدي توبيك ده حلو جدا التأشير بس للأسف هو غالي شوية هقولكم على طريقة طبيعية ان شاء الله يعني ممكن تدي معانا شوية يعني نتيجة من النتائج اللي احنا عايزنا خش دلوقتي بقى على الكريمات احنا عندنا اكتر من حاجة في مجموعات يعني غسول وكريم تفتيح وفي عندنا كريمات تفتيح بس لوحدها وهقولكم على حاجات غالية وحاجات رخيصة علشان يعني تقدروا تشوفوا انتو حاطين البوجيت بتاعكم كم وتقدروا تجيبوا الحاجة اللي انتو يعني قادرين تجيبوها والحاجة فعلا اثبتت ان هي حلوة جدا في تفتيح المناطق الحساسة مجموعة بيزلاين المجموعة دي حلوة جدا 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 في التفتيح بناء على تجارب بنات كتير جدا بس لأسف هي سعرها غالي بس هي من الحاجات الحلوة جدا سواء كان هي عاملين منها غسول او عاملين منها صابونة او عاملين منها كريم للتفتيح تاني مجموعة بعدها هي كولاجرا عاملين منها غسول وعملين منها برضو كريم للتفتيح ثالث مجموعة معانا وهي كليو برضو عاملين غسول وعملين كريم لتفتيح مخصص للمناطق الحساسة سواء كان اندر ارب او بيكيني تمام دي كده تعتبر المجموعات اللي موجودة عندنا نخش بقى على الكريمات هقولكم الاول الكريمات الرخيصة اللي احنا ممكن نقدر نجيبها من ارخص وافضل الكريمات اللي بتساعد على التفتيح فول ديكس كريم ودائما انا برشحهم لبنات كتير جدا انه فعلا بيساعد على التفتيح سواء كان درجة او درجتين وبتلاقي انت النتائج ديب بنفسك وبتلاحظيها بعد كده عندنا كريم اسمه فيد اوت او بوبانا او ستار فيل وايكيني كريم دي كريمات اللي احنا ممكن نستخدمها برضو للتفتيح بس انا انا بشافة ان هو افضلهم هو فول ديكس كريم تمام نخش بقى على الكريمات اغلى شوية عندنا ازيس بادي تون ريفيل ده يعتبر من الحاجات الكويسة بس بيحتاج بعدها ترتيب عندنا ريكسول الترا وايت ده يعتبر برضو من الحاجات الكويسة جدا واخر حاجة هي اي سي ام ديب وايت ميلك دي تعتبر برضو من التلات الكريمات الغالية وبردو نتائجها كويس يبقى احنا كده ترخيصا كانت افضل مجموعة هي مجموعة بيس لاين تاني حاجة افضل كريم رخيص هو كان فول ديكس افضل كريم غالي هو ريكسول الترا وايت ده يعتبر من افضل الكريمات الغالية برضو اللي بتفتح وطبعا انتوا تقدروا تجيبوا الحاجة اللي انتوا عايزينها وان شاء الله مع الاستمرار ومع المواصبة ومع النصائح اللي احنا قلناها في البداية هتبدأ تلاقوا نتائج حلوة جدا في تفتيح المناطق دي فيه لقطة كده معينة حبا ان انا اتكلم فيها وهي استخدام غسول للمناطق دي لو انتوا بتسمعوا او سماعتوا النصائح اللي انا قلتها في البداية ومشيتوا عليها فعلا وعملتوها كلها انا شايفة انكم مش محتاجين انكم تستخدموا غسول دي من وجهة نظري انا للشخصية باضافة ان فيه معمونات كتير جدا جدا ان بتقول ان الغسولات اللي هي بتستخدم للمناطق دي مش حلوة علشان بتموت النورمال فلورا البكتيريا النفع اللي موجودة عندنا فادكاترت امراض النسا يعني دايما مش كل يعني فيه منهم بيقول لك لا انا مش بحب ان احنا نستخدم غسول وفيه منهم بيقولوا اه ممكن نستخدم غسول فيعني عمتا انا هقول لكم دلوقتي على ثلاث انواع من الغسولات ممكن تستخدموها ودي من الانواع اللي هي بتحفز على الموجود في المنطقة دي مش بتقدي على النورمال فلورا بتقدر ان هي تحفز عليها كويس جدا عندنا كير فري يعتبر من الحاجات الكويسة جدا جدا عندنا بتا دين وعندنا غسول ده يعتبر برضو من الحاجات الكويسة جدا نخش بقى على موزيلات العرق او التعارق اللي تبقى موجودة للمناطق دي عندنا بيزلاين عامل سبري حلو جدا العرق بيساعد على اللي هو التخلص من الريحة الوحشة وكمان بيساعد على التفتيح وعندنا فين فريش عامل برضو سبري حلو جدا وعامل برضو بودر كده بقى احنا رمينا كل المعلومات او كل الديتا اللي انتو محتاجين تعرفوها عن العناية من المناطق الحساسة سواء كان بقى تفتيح او انكم نزيت تخلصوا من الريح والغسلات وكل شيء دلوقتي هنخش بقى على الطرق الطبيعية اللي احنا نقدر ان احنا نعملها علشان نقشر ونفتح ونرتب اول حاجة التأشير التأشير ده هيبقى هنعملوه باي تأشير طبيعي هنعملوه في البيت عادي جدا الافضل يكون سكر بني بنقشر بلطف مش بعنف مش بنعمل احتكاك عنيف لقى هنقشر بلطف جدا علشان ما نسببش حدوث اي التهاب سكر بني مع زيت جوز الهند مع عسل نحل نقدر ان احنا نقشر بيه كويس جدا ممكن نعمل سكراب القهوة برضو ده بيبقى كويس جدا جدا في التأشير وبيساعد كمان على التفتيح بنسبة للترطيب فاحنا هندمج زيت جوز الهند مع زيت الججوبة مع زيت شجرة الشاي ده هيساعد على الترطيب بطريقة كويسة جدا 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 بالنسبة للتعطير فهي هقولكم على طريقة بتساعد على التعطير وحلوة جدا 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 هقولكم على المكونات وانتوا قدروا انكم تعملوها هنجيب مكعب ميسك او هنجيب ميسك اسود ايا كان متوفر عندكم والافضل ميسك الاسود يعني وهنجيب 3 معالق فازلين 3 معالق ميت وارد ومعلقتين جليسرين هنبشر الميسك وهي هنخلي كل المكونات تسيح على نار هادية مع بعض وبعد كده نسابها تبرد شوية ونحطها في علبة نظيفة وانشالها في التلاجة نبيتها يوم وبعد كده تاني يوم نستخدمها هنلاقي بقطنا يعني نمسح هنلاقي بتعمل ريحة حلوة جدا 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 نخش على اخر حاجة وهي التفتيح التفتيح هيكون بزيت ورد هيكون عبارة عن نص معلقة زيت ورد معلقة نشا معلقة بودرة اطفال ومعلقة فازلين ندمج المكونات دي كلها مع بعض وبرده نسابها في التلاجة لمدة يوم ونستخدمها كديهان خارجي يساعد معانا على التفتيح وبكده نكون قلنا كل الطرق الطبعية اللي تساعد معانا على التفتيح والتعطير والترتيب لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش انكم تقوليه في الكومنتات ولو في اي نقطة مش واضحة برضو اكتبوا لي وبس كده مش هيرو فيديو مع صاحبكم علشان الفيديو يصل لأكبر عدد وأكبر عدد يستفيد وبي باي